شهدت منصة منتدى شباب العالم في مؤتمر المناخ عقد جلسة نقاشية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول التغذية والتغير المناخية وذلك بحضور روزالة فانالي نائبة مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمية وطلبت فانالي بدرورة العمل مع المجتمعات المحلية الصغيرة وإتاحة فرص عمل في مجال الصناعات الغدائية مشددة على أهمية عقد شركات بين القطاعين الحكومي والخاصة مضيفة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقدم دعما لصغار المزارعين يتسم بالاستدامة وهي تجربة جديرة بالتكرار